السلام عليكم يعرف الصداع على أنه ألم ناتج من الرأس يمكن أن يحدث في أي جزء من أجزاء الرأس قد يكون الصداع علامة على الإجهاد أو ضغوط عاطفية أو ربما ينتج عن اضطراب طبي مثل الصداع النصفي ارتفاع ضغط الدم القلق أو الاكتئاب ما هي أنواع الصداع؟ واحد صداع التوتر وهو صداع شائع بين الناس ويبدأ هذا الصداع ببطء ويزداد تدريجيا في منتصف اليوم الصداع النصفي وهو صداع شائع بين الناس في المرتبة الثانية بعد صداع التوتر ويكون له تأثير كبير على حياة الشخص المصاب ويستمر من بضع ساعات إلى يومين أو ثلاثة أيام الصداع المرتد وهو بسبب الإفراط في تناول الدواء أو الإفراط في تناول أدوية علاج الصداع ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيفية العلاج؟ واحد الراحة وتخفيف آلام هي أكثر الترك شيوعا لعلاج الصداع الدواء العام لتخفيف الألام ومتاح دون وصفة طبية مضادات الاكتئاب سلاسية الحلقات ولكن إذا ازدادت عليك ألم الصداع من الألم السابق أو إذا ازدادت سوءا ولم يتحسن باستخدام الدواء يجب عليك الذهاب لأقرب وحدة متخصصة لا أي طبيب متخصص بالقرب منك كان معكم مقدم الفيديو دكتور أحمد أشرف وإلى اللقاء